لن تمر ذكر عيد المقاومة والتحرير بشكل تقلدي في عاصمة الجنوب هذا العام حيث سيتم تظهير هزيمة العدو الإسرائيلي وإبراز هزيمة فخر الصناع العسكرية الصهيونية دبابة الميركافا أربعة التي لطالما تباهت بها المؤسسة العسكرية الصهيونية كرمز الانتصارات الكيان الغاصب وكعلامة مسجلة لعدوانيته فعلى مدى الأشهر الثلاثة المنصرمة انهمك فريق من أكثر من 25 عضوا من الحزب الديمقراطي الشعبي عمال وحرفيون وحدادون ونجارون وطلاب وقياديون من الحزب لإنجاز الخرائط التصميمية للدبابة مستعينا بالوثائق اشتغلنا التفاصيل بدئية جدا وطلعنا نفس التفاصيل الموجودة بالمركافة الحقيقية يعني اذا بتطلع بالمركافة اللي اشتغلنا فيها فكيف نفس التفاصيل المركافة رقم أربعة الوئيسات نفس الطول نفس العرض نفس الارتفاع حركة برجة مدفعة عيار مدفعة فكيف حتى التفاصيل كلها اذا بتطلع فيها بتشوفها ما بتعرف انه هاي دي تصنيع حزب الديمقراطي الشعبي وانجاز هذا العمل الضخم هو بالنسبة للقيمين عليه ضحض لأسطورة الجيش الذي لا يقهر نحن هنهينا اكتر لهذه الدبابة وللصناع الاسرائيلية بشكل عام هنجرة بحمار حاشا قدركن وبالتالي هذي هتفتل صيدة شوارع صيدة وهي الشوارع هذي بده تمر قدام العمليات المقاومة الوطنية الليبنانية اللي صارت بصيدة وحيقوموا علي الجماهير حيخبطوها بالبطاطا بالباد بصرامي حاشا قدركن وبدأ نعمل له صوت انفجار وبدأ يحتر من برجة جولة الهزيمة ستنتهي عند ساحة الشهداء حيث يقيم الحزب احتفالا يتخلله مشهد فني يجسد فيه دور أبطال انتفاضة شعبية ومسلحة بوجه الدبابة وطاقمها ترجمة نانسي قنقر